هذا وشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بما يواصل الشباب البحريني طموح ثباته من قدرات وكفاءات يصنع بها فرصه بجهوده وتفانيه عبر مراحل تحصيله العلم ليسيم بشكل فاعل في بناء مستقبل الوطن والاستمرار في مكتسبات مسيرته التنموية الوطنية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وأن أسموه الدفعة الثامنة عشر لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لدى استقبال سموه في قصر الرفاع الطلبة الذين تم اختيارهم ضمن هذه الدفعة من البرنامج مشيدا بما أثبته من قدرات وما ظهروا به من روح عالية من التنافسية تمكنوا بها من اجتياز سلسلة التقييم والاختبارات المؤهلة لبعثات البرنامج وعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن الذين يضيفون سنويا إلى رصيد برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية ويعكسون الصورة المشرفة للبحرين وشبابها المنجز في المؤسسات الأكاديمية العالمية العريقة التي ينضمون إليها من خلال البرنامج كما أشهد سموه بمستوى الدعم والمتابعة والاهتمام الذي قدمه لهم أولياء أمورهم حتى وصلوا لهذه المرحلة متطلعا سموه أن يحتفي معهم بنجاح أبنائهم وتمييزهم في المراحل القادمة وقال سموه أن مسيرة البرنامج التي انطلقت منذ قرابة العقدين قد شهدت العديد من المحطات المميزة متنيا سموه على دور المؤسسات الداعمة لصندوق البرنامج الذين أسهموا من خلاله في دعم نجاحات طلبة البرنامج وأتمنى سموه للطلب الجدد التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية التي يوفر لهم البرنامج خلالها كل الدعم والإسناد منويه أن سموه بالجهود التي تقوم بها إدارة البرنامج في مباشرة كل ما يتعلق بسير من تعاون وتنسيق مع الجامعات العالمية العريقة ومتابعة شؤون الطلبة كافة بدءا من عملية اجتياز المرشحين حتى انتهائهم منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة